مرحبا فيكم في الجلسة 228 لمجلس الوزراء كم شهيد فلسطيني تحتاج اسرائيل لكي تنتقم وكم بيت يجب ان يدمر حتى تشبع ماكنة العدوان وكم جريح يجب ان ينزف حتى يتلذذ الغزاء بصوت انين عذاب الاطفال ومناظر القتل الجماعي للابرياء لم ينقطع خيط الدم النازف في بيت حنون وبيت لاهية وغزة وجباليا والدرج وتل الهوى وجحر الديك وعبسان والمغراكة وخان يونس ودير البلح ورفح والشوكي والفخاري وخزاعة وبني سهيلة ومدينة الزهرة وام النصر والابريج والمغازي وانصيرات والزوايد والقرارة وتواصل خيط الدم مع جينين ونابلس وطول كرم وقلقيلي وطوباس واريحة وراملة والقدس وبيت لحم والخليل وسلفيت في غزة الدم شلال يسيل من اشلاء الاطفال الذين غابت ملامحهم ام يوسف تبحث عن ابنها بين جثامين الشهداء وتقول عمره سبع سنين ابيضان وحلو سماح اشترت فستان العرس يوم عرسها استشهدت والبسوها كفا ابيض بدل فستان العرس اطفال يكتبون اسماءهم على اجسادهم لكي يتم التعرف على جثامينهم والدة الاطفال الثلاثة الذين دفنوا تحت الركام تقول لاطفالها خلوني اشوفكم ولو الرحمة للشهداء والخزي والعار للمجرمين وزير التراث الاسرائيلي لم يكتفي بعشر الاف شهيد واكثر من خمس وعشرين الف جريح ومليون نازح اراد ان يرى هورشيما في غزة اراد ان يرى الابادة الجماعية متحققة بما تملكه اسرائيل من قنابل نووية هذا المتعطش للدم يريد القتل بهدف القتل رئيس الوزراء الاسرائيلي يبرر القتل والمجازر والابادة الجماعية رجوعا الى التوراة حيث يقول اذكر ما فعله العماليك والان اذهب اليهم واضربهم لا تعف عنهم بل اقتل كل رجل وامرأة وكل طفل رضيع والبكر والغنم والجمال والحمير هذه دعوة للابادة الجماعية وزير الحرب يعتقد انه يقاتل حيوانات بشرية الجنرال جولا ايلاند يقول علينا ان نخلق ازمة انسانية في غزة لتصبح غير قابلة للحياة ان المشاهد في غزة تتجاوز طاقة الانسان على التحمل اطفال يقتلون بالقنابل وجوعا وخوفا وجرحى بلا علاج وسيارات اسعاف تقصف على البث المباشر واصبحت لا تلبي نداء الاستغاثة المحكمة الجنائية الدولية عليها الان اصدار امر اعتقال بحق المجرمين كخطوة احترازية لكي يوقفوا ماكنة القتل واحيي الدول التي سوف تتقدم باحالات لدى المحكمة لمحاكمة المجرمين مطلوب من اصحاب الضمائر الحية ودعاة القيم الانسانية سرعة التحرك لوقف العدوان الذي حول وادي غزة الى وادي من الدم غزة الغارقة في الظلم والظلام بحاجة الى كهرباء وماء الان غزة تحت الركام بحاجة الى وقف العدوان للبحث عن ناجين تحت الانقاذ في غزة يقف الاطفال في غزة يقف الاف الاطفال في غزة يفقد الاف الاطفال حياتهم وفي العالم يستعدون للاحتفال بيوم الطفل العالمي ادعو الامم المتحدة الى الغاء هذا الاحتفال ونشر صور اطفال فلسطين الذين غيبوا عن مدارسهم ورياض اطفالهم بفعل ماكنة القتل الاسرائيلية احيي كل الذين وقفوا في شوارع المدن العالمية وهتفوا عاشت فلسطين ويسقط الاحتلال وادعو لمحاسبة المجرمين احيي الدول التي سحبت سفراءها من اسرائيل وادعو باقي الدول الى رفع صوتها وبدء اجراءاتها ضد القتل الجماعي والتهجير القصري والحصار الذي يحرم الانسان من لكمة العيش ونقطة الماء ان العدوان على شعبنا وارضنا في كل مكان في غزة والضفة والقدس والاسرى يتعرضون لأبشع انواع التنكيل في سجون الاحتلال ادعو الصليب الاحمر للوقوف عند مسؤولياته والتحرك فورا لوقف هذه الاجراءات من جانب اخر امس الاول اعلنت الحكومة الاسرائيلية انها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الاموال المستحقة لنا بحجة اننا نمو الغزة بقيمة 140 مليون دولار شهريا اقول ان هذا القرار السياسي يهدف الى فصل الغزة عن الضفة ونحلنا نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني ومكون جغرافي اساسي لدولة فلسطين لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عام وحتى بعد الانقسام وسوف نستمر هذه الاموال هي اموال شعبنا وسوف نستمر بالمطالبة بها باكملها حتى نحصل عليها هناك تدخل دولي في هذا الامر ونأمل ان يأتي بالنتيجة المرجوة خلال الايام القادمة ان المال ليس اغلى من دم الاطفال في غزة والضفة وشكرا اشتركوا في القناة